بسم الله أنا عدت ليلة البارحة بوقتي متأخر من ليلة البارحة من إجازة كنت في الداخل بتكليف من رخامة رئيس الجمهورية إياكم عودوا أنا وزملائي في وزارة الصحة وخصوصا المتخصصين في الطب الشرعي تحت إمرت للدعاء العام وتحت سلطة فيما يتعلق بأمر أصدره للدعاء العام بتحقيق طبي للطب الشرعي والتشريح فيما يتعلق بوفاة المغبورة له بانومي والجبريل والشين الصوفي والشين عالما تقبلوا الله مع المتقين وبمناسبة عزية لكم أفراد العائلة والشعب الملتاني يقول له وفاة هذا الفقيد الذي راجع من الله تباك وتعلان يخلق له شباب والجنة وإعلانهم وإن شاء الله يلهم ذويه الصبر والسلوان وكيف نقول لكم كاملين هنا قصوصا لأفراد العائلة أن نحن تحت إمرأة الإدعاء العام عندنا بعد استشارة بعض الشخصيات المرجعية بالقطاع بعد تعبئة كافة المتخصصين بالطب الشرعي والتشريح وزلاذة وموجودين لا يشتقل إن شاء الله تحت إمرأة الإدعاء العام التشريح للجثة واستقصاء الحقيقة كاملة ولا شيء إلا الحقيقة ولا يعداكم من اللي بحضور من أليف العملية إلى آياءها منتدبين من عائلة المغفوري له تقبله الله مع المتقين ودور من اللي أكيد عن الإدعاء العام يطلع الرأي العام على خلاصات هذا التحقيق نختار ونقول للمفخامة رئيسة الجمهورية وإلى كل مفراد العائلة لأنه حريص قدم التعزية لكم لأنه حريص دولة على العدل والحق ولا شيء إلا العدل ولا شيء إلا الحق بإذن الله تعالى ذاك هو اللي يخلق وهو اللي يخلق من اللي بسرعة وبأقصى درجات الشفافية إن شاء الله شكرا